تساعد الوقت الثمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع مجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يدي شكرا لك من الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تباحث حول آخر تطورات الأزمة في السودان حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة بذل الجهود للتواصل للوقف شامل ومستدام لإطلاق نار مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية وخلال الاتصال تم مناقشة سبول دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا في مختلف المجالات خاصة على صعيد التبادل التجاري وكذلك الاتثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا تنطلق اليوم فعليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء هذا وأكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية وذلك لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار يشهد قطاع غزة هدوءا حذرا عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة حيث تنفيذ وأوضحت توكالة ريترز الأنباء نقلا عن مصدرين فلسطينيين أنه جرى الاتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم على وقف متبادل ومتزامل لإطلاق النار وكان قطاع غزة قد شهد تصعيدا على خلفية وفاة معتقل مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال حيث شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على أهداف بالقطاع بينما شنت الفصائل قصفا صاروخيا على المستوطنات الإسرائيلية أعلن الجيش السوداني في أحدث بيان له استقرار الوضع الميداني في جميع أنحاء البلاد عاد اشتباكات متقطعة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطومة واتهم الجيش السوداني قوات الدعم بخرق الهدن المتفق عليها بين الجانبين والقيام بقصف عشوائي لبعض المواقع بينها أحياء سكنية كما اتهم الجيش عناصر الدعم السريع بمواصلة قيامهم بنهبي بنوكي ومحلات تجارية في أم دورمان مشيرا إلى طلقه شكوى من الصفارة الهندية باقتحام عناصر مسلحة لبمن الصفارة وصرقة محتوياتها تعقد اليوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان وذلك بناء على دعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طاها أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار بها قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة مشاركة نادي برميدز في مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها الجمعة المقبل في الإمارات وذلك أمام النادي الأهلي وكان من المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين فريقي الزمالك بصفته بطل الدوري والأهلي بصفته بطل كأس مصر قبل أن يعتذر الفريق الأبيض عن عدم المشاركة في اللقاء توجى فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة باللقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة ثلاثة واحد في ثاني لقاءات الدور النهائي للمصابقة وذلك على صلاة الألعاب مدينة السادس من أكتوبر وكانت سيدات الزمالك قد فزنا على الأهلي في اللقاء الأول للدور النهائي لكأس مصر بنفس النتيجة ليتوجى الفريق الأبيض بلقب البطولة حيث تقام مباراة نهائية للمصابقة بنظام بيست أوف تري ختم المجاز الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر